شبح التقسيم في تونس يبرز إلى الواجهة مع تحذير الرئيس قيس سعيد من محاولة ضرب البلاد من الداخل تحت تأويلات نص دستوري كلام الرئيس يتزامن مع تصريحات للحزب الدستوري الحر تكشف عن محاولات البعض تبييد الإرهاب تحت ستار دعم الحكومة فما المخارج التونسية واستتساع رقعة الخلاف ومن يحمي البلاد من التقسيم طيفونا من تونس الكاتب والبحث السياسي دكتور علي العلاني دكتور علي أهلا بك معنا دائما هل تتجه تونس إلى التقسيم وممد خطورة ما يجري اليوم على مستقبل البلاد؟ الرئيس خائف جدا مساء النور تحية لكم ولكل السادة المشاهدين أعتقد أن خطاب الرئيس سعيد هذه المرة كان ربما أكثر وضوحا من المرات السابقة تحدث عن التقسيم كما قلت وفي الأصل تحدث عن ثلاثة أشياء أو ثلاثة رسائل في خطابه أو في رسالته الأخيرة ذكر أن البلاد الخطر الذي يداهمها ليس الإرهاب فقط وإنما هو ضرب الدولة من الداخل وهنا يقصد الخيارات أو الرسائل العديدة وما يسمى بالتسريبات التي تمت عن طريق اتلاف الكرامة وبعض المحللين ربما يتهمون بأن اتلاف الكرامة دفع من طرف حليف حركة النهضة وهذه التسريبات هي تهدف إلى المس من هيبة الدولة عن طريق المس من هيبة رئيس الدولة وإطلاق العديد من التهم حتى أن القضاء العسكري تحرك وتدخل وبالتالي اعتبر الرئيس سعيد أن أخطار تقسيم الدولة إنما يأتي من الداخل وهذا يذكرنا بمقولة قديمة للرئيس الراحل الحبيب برقيبة عندما قال في أحد خطبه أنا لا أخاف على تونس من الخارج وإنما أخاف عليها من أبنائها وربما جاء الوقت لكي يستعيد السيد الرئيس قيس سعيد هذه المقولة ويوجه ربما تحذيرات في خطابه الأخيرة ومداخلته الأخيرة أيضا ذكر الرئيس سعيد بأنه القائد العام للقوات الأمنية والعسكرية أي أنه لم يتراجع عن النقد الذي يوجه له من طرف الأحزاب وخاصة من طرف الحزاب الحكومي من حركة النازة ومن رئاسة الحكومة ومن أيضا بعض الحلفاء للحكومة وبالتالي نرى أنه يشدد هذه المرة ويؤكد على أنه يتمسك بقيادته العامة كان واضحة دكتور عليها أخذ وجبة الإفطار معه صحيح وقد جاء بطبيعة الحال هذا الكلام أو هذا التصريح خلال هذه المأدبة الإفطار مع بعض الأجهزة الأمنية كما ذكرت لنا في ولاية القصرين لكن أبرز ما لفت أيضا في هذا الكلام أنه لا أحد فوق القانون وسيلقى كل من يتجاوزه جزاء القانون وجزاء الشعب وجزاء التاريخ دكتور العلاني هل من أذان صاغية لكلام الرئيس هذه المرة أشرت في بداية حديثك أن هذا التصريح جاء أوضح من التصريحات السابقة هو بطبيعة الحال هذا هي الرسالة الثلثة التي أردت تعرض إلي أن لا أحد فوق القانون وأن من يتجاوز القانون سيحاسبه بالقانون بطبيعة الحال هناك المحللون يعتبرون أن هذا القتاب موجه لفئتين المقصود به الأول هو تلك التسريبات وعلى رأسها التسريب راشد الغياري الذي اتهم فيه الرئيس بالعديد من التهم كما ذكرت وهي محل تتبع قضائي والمسألة الثانية هو أن الرئيس يريد أن يقول أنه لا مجال بعد اليوم للقيام بعمل خارج القانون ومنذ يومين هناك تقرير تحدث عنه بعض نواب البرلمان وقالوا أن رئاسة الجمهورية ستنشره قريبا ويتعلق بفساد كبير بتهريب حوالي 10.500 مليار من الدنانير أي معنى ما يقارب 4 مليار دينار من 2011 إلى اليوم بالإضافة إلى أن القروض التي اقترضتها تونس وهي 80.000 مليار يعني غير واضحة لا توجد تحديدات من أين اتجهت وبالتالي هذا هؤلاء إن وقع استدعائهم في ستطبق عليهم القانون وربما هذا أيضا المغزى من كلام الرئيس أن لا أحد فوق القانون إذا ثبت أن هناك إخلال على مستوى التصرف المالي التقارير عذرني على المقاطعة التقارير اللي أشارت لها عدة وليست يعني الأولى فقد سمعنا الكثير عنها طوال الفترة الماضية وحتى أنه الدستوري الحر كان قد كشف عن عديد منها أيضا طوال الفترة الماضية منها متعلق بالإرهاب منها متعلق بالفساد لكن اليوم السؤال اللي يطرح هل الرئيس يملك الأدوات وهل القانون التونسي قادر على محاسبة هؤلاء ومن اليوم بيده الحل لهذا التعقيد اللي يعيشه المشهد التونسي هذا هو جهر الموضوع يعني إذا أخذنا أن كلام الرئيس هذه المرة في التأكيد على أنه القائد العام لقوات الأمنية والعسكرية وأنه يعني من واجبه أن يعني يسهر على تطبيق القانون عندما يقول لا أحد فوق القانون وأنه بحكم الدستور هو القائد يعني يعني هو رئيس مجلس الأمن القومي ومجلس الأمن القومي يعني يجتمل كل الجوانب الأمن العسكري والأمن يعني الاقتصادي وغيره وبالتالي فهناك ربما دفع نحو العملية المحاسبة هذا ربما ما جعل بعض الأطراف الحكومية أو بعض الأطراف في الحزب الحاكم مثل يعني استاتيوت يعني مثل النص الذي أصدره رفيق عبد السلام وزير الخارجية الأسبق يعني القياد في حركة النهضة واتهب فيه اليوم الرئيس سعيد بأنه يحرض على الفتنة ويدعي أنه يعني سيكافح الفساد هنا يقول المحللون أن هناك خوف كبير من بعض ربما المورطين في هذه العملية خاصة وأن التقرير الأخير الذي تحدثت عنه ليس صادرا عن رئاسة الجمهورية وأنه صادر عن الاتحاد الأوروبي ووصل إلى رئاسة الجمهورية حسب ما ذكرته الصحف المحلية في تونس وبالتالي هناك نوع من الهلع وربما من الخوف من طرفين ربما حركة النهضة تعتبر أنها هي المستهدف الأول هي ويعني ائتلاف الكرامة وربما الخطر الثاني بعض المتحالفين مع هذا الحزام السياسي البعض منهم الذين ربما ستكون لديهم قضايا فساد هي رسالة بأن الرئيس سعيد هو مقبل في القريب العاجل على إثارة هذه الملفات وبالتالي أعتقد أن الأيام القادمة ونحن نقدمون على صيف وسيكون هذه المرة صيفا ساخنا لأن فيه أولا الصراع على الصلاحيات وكل طرف يتمسك بأن له صلاحيات وأكثر ما في الأمر دكتور العلاني أن هذا الانسداد السياسي الذي وصفته الليلة ينعكس بشكل كبير على المواطن التونسي شكرا للأسف انتهى وقت اللقاء سيكون لنا لقاءات أخرى من تونس الكاتب والبحث السياسي دكتور علي العلاني شرح لنا المشهد الليلة